مرحبا بكم من جديد أهلا وسهلا مستمعينا مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا في الاستماع في البلاتو الخاص اليوم بمناسبة عيد الأضحى اللي نقدمه لكم نتوى حتى نص النهار معاكم وموانسينكم طبيعة ونعرفوا حبينا ألا غالب أنه يكون بلاتو خاص كان مضابين لكن رأوا فيه الموزيكا ورأوا فيه الجو ورأوا فيه تليفونات ولكن ألا غالب الوضع متاع البلاد يفرض نفسه والأخبار والأحداث المتالية تفرض روحها تخلينا اليوم اللي لازمنا نحكيه في واقع بلادنا واللوجه على الحلول ونشوفه وين الخطأ وشنوه اللي صار بالضبط حبو نرجع شوية على آخر المستجدات فيما يتعلق بإيقالة وزير الصحة سوفيين نعرفو البيرحة وزير رئيس الحكومة الشامل المشيشي في ترأسه لاجتماع لإطارات الصحة في مقر وزارة الصحة أعطاه كلمة وتحدث شوية على سباب متاع الإيقالة قال أنه أخر قرار إيقالة وزير الصحة فوزي المهدي في مناسبة فارطة من باب المسئولية نظرا للحرب اللي تخوذها البلاد ضد وباء الكورونا قال لكن قدام الشيء اللي قاعد يصير اليوم مش ممكن يتواصل يقول فما وضعية على مستوى قيادة الوزارة الصحة ماشية في ثنية أخرى يقول زيدا كيف كيف أنه تعطيل التحوير الوزاري اللي اقترحوا في جانفي الفارطة تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي اعتذر للتوينسا اللي قدموا ولقاء جاءوا أيمس سمشيوا للمراكز التلقيح لكنهم لقاوا واستدموا بسوق تنظيم الكبير اللي صار وليعتبروا أنه اللي صار البيرح هو الصور اللي جاء تهديد للسلم الأهلي وتهديد صحة التوينسا من جهة أخرى زيدا كيف كيف نلقا وزير الصحة اليوم الصباح حابة تدويننا على الباش فيسبوك متاعه كيفية على الإقالة خلنا قرار لكم شنو جيف لتدوينه هذي يقول تلقيت خبر إعفائي مثلكم عبر وسائل الأعلام بعد أن نبهني إليه صديق بالهاتف علمتني عقود الجندية الثلاث أن لكل مهمة بداية ونهاية وأن لا ألقي سلاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة لمن سيتحملها بعدي عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق الطبيب وشرف الجندي ولم أسمح للسياسة وتقلباتها أن تستدرجني وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يوميا رمالها المتحركة تبتلع معاش الناس وحياتهم شكرا لكل أفراد فريقي في الوزارة والإدارة الذي عمل معي عشرة أشهر في مواجهة ثلاث موجات من الوباء شكرا لزميلتي وزملائي مهنية الصحة في كل الخطوط على حفاظهم على منظومتنا الصحية للحفاظ على حياة التونسيين والتونسيات شكرا للمتطوعات والمتطوعين الذين لو لا هم مكانة الحملة الوطنية لتلقيح شكرا لكن ولكم جميعا إن كان من نجاح فهو بفضلهم وإن كان من تقسير فهو مني اللهم احفظ تونس وسخرني دائما لخدمتها بين هذا وذك وطريقة الإقالة وما حدث سوفيين إيمس والله يشوف أنت يعطيك صحة عملت سنتاز باهية اللي أجيت فيها على مختلف المستجدات ومستجدات الحق كانت مؤلمة لكلنا توانسا تعرف أنا البارحة خرجت أنا والدي محمد بيرم نستعد ومشي نستعد وفي الحوت سكات التاليفون ومشينا رواح تنقل ماريشالة ومولها صفا باء وشنو قلت لها شنو قلت نسار خلت لها سكت التاليفون وغيب عليك ريتش فجعتا تخلوذ الشمبري خلينا نقولوا أنه فوز المهدي تحمل المسؤولية وأي إنسان تحمل المسؤولية مهما كان يجب أن نحيوه لأنه أنا من حبش كل الوضع متاعك اللي سيمت سنقول شنو 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 لا ثم إنسان يخدم على روحه اجتهده وأصابه واجتهده ولا يصب كذلك ثم الناس يجيوا في وقت خيب وفي معناها ظروف خيبة منهم فوز المهدي ما تنسيش اللي هو مقال من 16 جنفيا 2021 لكن تراجع فيما بعد سيد وزير رئيس الحكومة في هذا وخليها يخدم وصرت أشكاليات كبيرة على مستوى منظومة الصحة إذا نقول لك أنه حتى محمد ترابنسي كان بش يجيه أي إنسان بش يجيه بش يقطع أشكاليه كبير علاش كان إخو غتاء الصحة مثال من الاستقلال التوى عملنا تسعة وثلاثين وزير وقت بورقيبة في تلاثين سنين لأنه بورقيبة كان العيس حكومة ثم شهد العيس جمهورية ستة وخمسين وسبعة وخمسين حتى السبعة وثمانين عرفنا خمستاش وزير صحة يعني معدل وزير كل عامين حضبنا الأرقام القيز ولا بالنسبة وقت بن علي في تلاثة وشرين سنين عرفنا ثمانية وزارة صحة بمعدل وزير كل تلاثة سنين تقريبا ومنذ الثورة المجيدة والمباركة عرفنا السبتاش وزير صحة يعني وزير كل ثمانية شهر أنا نذكر مرة سيد الحبيب الصيد وقتها بش يكون الحكومة وعليت لي قال شفين حبل نشوفك مشي تلقيته في كارتاج قاعد في دار الزيافة قال نحكيه وقال لي بش نكون الحكومة قلت له شوني بخيوغيتي قلت له عليش سميت سي محم سي العايد وزير صحة قال لي سعيد العايد قال لي من غير ما يفكر سيتا نوم دو ريفورم دون كان يخمم في اللي ريفورم ووقتها قال لي عندي كاتر ريفورم دستركتور أساسية بش نعملها وحاجة آكي هاك إذا كان وزير شد ثمانية شهر من أجل مش يعمل الصحة الصحة تتطلب لو زمن طويل جدا وانتي شوف نحكي مع طالبها النهارين يعمل في بحث قط له شوف فلنكي من سال الرواية الرواية عادة تنلقاها في سبيتارات ولا في محاكم تحب تعرف وضع بلاد تخصر بحث الصحفيين يقول لك عاتيني نشوف الصحة عاتيني نشوف العدلة هذو مراي من المسائل الساسية في تونس في فترة ما حتى وقت الاستبدال كانت الصحة متطورة ثم وقت اللي يوليو ستاشون وزير في أقل من عشرة سين إشكالية كبيرة كل وزير يشد ثمانية شهر بشيقة روحو تيريي ثم عركة بين قصبة وقرطار بالنسبة لي الدولة استمارية الدولة تخليوا أنه الآن ما يقعش تحويل وزير ونبعدوا على العركة هذية ونحاولوا أنه نضمنوا خاصة وانسا قادرين يموتوا رأوا حسب مدير عام الصحة جمع اللي فاتت في جلسة برلعمنية نهار الخميس اللي فات مش هذا لي قبله قال رأوا عنا 21 ألف ميت بالنسبة للطبي يقول لك عنا حتى الدبل شفت لمشكلة بتعليك سيزان سيد الرئيس الحكومة البالح نهار كبش العيد لقاء كبش فداء اللي هو سيد فوز المهدي لكن سيد فوز المهدي كذلك عنده مسؤولية بصراحة كتجي تهبط بومبا كماذيك احنا نفسنا صحفيين مكنش ننتظروا فيها هبطت المعلومة قعدنا ساقسي 29 مركز فين قرب شهبتوم شفنا 24 ولاية 29 مركز شوية كل ولاية قادوا بشعتيوها كل مركز بشعتيوها ألف جرعة تبينوا أنه ثم 800 جرعة في القسرين الناس جاءوا على بكري لكن العساس صباح رقد وعنده المفتحة على أقل منع العباد بالطريقة هذه والمركز واحدة وعلى مستوى ولاية نابل شوف أنت تعداد السكاني متاع ولاية نابل معناها وعلى مركز وحيد تخيل أنت تتصور أنه بشي تصير الازدحام هذك الكبير برشا خاصة أنت خذت من سننابل وحتى كتاك الاتصال بعد مباشرة بعد القرار سوفيان متاع وزارة ولا الأعلان متاع وزير الصحة كتا تصل بالإدارة الجهوية للصحة وبعض هي يقول لك ما في بليش معناها رايثة ما إدارة جهوية ما في بليش إلى حد أعلان وزير الصحة معناها أعلموهم بعد الأعلان وبعد الندوة الصحفية كيفاش صار التنظيم هذي في فترة زمنية ونعرفون للندوة نهارتها صارت في وقت متأخر معناها العشية شوية وقت صارت سمى أشكالية ولاية نابل كما قلت هي تقريبا فيها مليون ساكن في الصيف تحول إلى جزء ملايين وقت بلو سمى سوح تولي ثلاثة ملايين نعفو اللي ولاية نابل اللي معتبرة كما ولاية المنستير ولا الشيخ من أحسن ولاية الجمهورية على مستوى التنمية على مستوى الصحة هي في المرطبة 24 نعفو كذلك على مستوى اللقاحات هي في المرطبة 25 باتي بارون وجربا أعتبروها كإني ولاية وحدها أقل المنطقة قاعدة نعيت فيها للعباد على مستوى اللي مسجلين في منظومة هي ولاية نابل في البداية كانت بركدي وكانوا يعملوا في التلقيح في المسرح ثم تحاول التلقيح إلى موقع آخر ولا مصدر الكورونا أكثر سيد رئيس الحكومة رسمى مبدأ كفريق يهز بطولة ولا كأس مجيش القول يقول لك لا أنا ما هزيتش ولا كي يخسر يقول لك لا أنا ما خشت خسر لزاتا كون ناس كل مزعبنا مع بعضهم فريق كل قدم تقى فيها 40 واحد الملعبية والتاقم التقني والتاقم الطبي وغيره ناس كل مع بعضها تبدأ مزعبنا أنا نرعب أنه وقعت حاجة اللي حد الآن ما فهمناهاش على ما يبدو على ما يبدو ثم كمية من اللقاحات وعدا قال بش نغرقو في جوان في التلقيح قال بشنا أنه تلسة ملايين تلقيح حتى الأخر جوان مع مننا كان تسعمية وسبعة وثلاثين ألف منهم مية وعشا لاف تقريبا اللي مرضوا مرة بالكوفيد وخذو جرعة واحدة دونك ثمانمية تلف خذو جرعتين وتسعمية وسبعة وثلاثين ألف معا ناس اللي مرضوا مرة بالكوفيد وهي بمثابة الجرعتين في العالم أجر والجرعتين كثير منهم تأخرت لهم تأخرت لهم لأنه قاعدوا يستنيوا في اللقاحات اللي مازالت ما وصلتش المرة اللي فاتت يحكينا مع عضو اللجنة العلمية الدكتور أنيسي جلوز يقول أنه عملوا على أساس أنهم قدموا الكمية المتوفرة خرجت في الجرعة الأولى وصار تأخير من كسوى العقود اللي عملوهم المباشرة ولا طريقة غير مباشرة عن طريقة بعض الدول والمخابر تأخروا ثم تأخر ثم حرب على اللقاحات في العالم الكل اللي تعاني منها وإحنا قاعدين ندفعوا فيه ثمنها لحكاية هذية وحكيوا عليها الأطبي وقالوا في الحكاية هذية وأكدوا أنه راهوا اليوم باش تتحصل على كمية من اللقاحات وإحنا شوفنا حتى الهيبيت اللي تقدمت سوفيان اشترأ مزلت حبر على ورق ظلام أنا تبعت الحق الحديث جمعي فتت كان مع كنتي وكان من حق معبل جدا الأهمية في هذا الكل أنا قلت لك 16 وزير يعني كل واحد يقل 8 شهر ثانيا زد على ذلك لوزارة مقسومة بين هيئة متابعة مكافحة الفيروس وبين اللجنة العلمية وبين الوزير وبين كذلك حتى شيفت كابيني متاعو ما تنسيش إلي رئيس ديوان السيد الوزير وهو الوزير بالنيابة قاعد في القصبة مش قاعد حتى مع الوزير يخدم سمع عركة بالنسبة المواطن ما هموش لو ساعة تقوله الوزير ما هموش بالنسبة لي الحاكم الحاكم مهما كان تضام الحكومي في المخيل الشعبي هذي الكل أعطاه وأنه كذلك سيدة رئيس جمهورية من جهة أخرى قاعد يتحرك قال المساء الكل بشوالي عنده الجيش الجيش وقراطوا العين لكن لقاح كان الاربعاليف عبد في تتوين الجيش راوي نجم كلنا في العراق يقلبوا نظام بعد من جموش عديوك التلقيح من جموه كان جموعة الصحة أحنا يلجم نقوله وأنه المنظومة الصحية لم نهاركش عليش خطر الطب الفراميرية آآ الكينيزي ترابوت المهنة طبية وشبه الطبية الفرماسية أني شكل واقفة حتى الحماية المدنية اللي قاعها النهارين وأنه تم حرب ضروس على مستوى أعلى هرم السلطة تم جماعي يحبوا يرجعو ماركين سيب عليه قولك يا جميل دو سانتروى لكن يا جميل دو سانتروى في حكاية فرغة اليوم ثم جماعة مع القصبة وجماعة مع كذلك كارتاج أنا شخصيا نقول الآن في حالة الحرب يجب نقول الكلنا مواحدين ثم فكر إحنا دفعنا عليها قبل ونديما نمن بها نقول التوين ستعدينا كفة الصعاب عبر التاريخ لما كنا متحدين قال سيد وزير رئيس الحكومة في الكلمة المقتضبة متاعها وقتل برح بمناسبة العيد لكن بكل صراحة سمن قسام في أعلى هرم السلطة دونك اليوم الوزارة سين كدو مبوزوني كمانسان يعطي إنسان كدو يفرح يجي حل بش نقى ميرفاي بش نقى كاك بش نقى باناذج بش نقى ملبس في حل يلقى حاجات سامة اللطف الله معافينا ثم أشكالية كبيرة اليوم على هذا المستوى المطلوب وأنه على الأقل وإحنا طالبنا به عديد المرات مدلس أعلى للأمن القومي يسمعوا فيه النس كل باختلاف الفيديو لو يقولك أنت إسلامي أنت ماركسي أنت دهري أنت خبزيس أنت إسبرانتيس أنت تحب إسفاقس أنت تحب ترجرياضي ولا الكربافريكا ولا النجم الساحلي لا لا بالنسبة الفيديو أولا ثانيا يجب أن نفهم وليحنا في حالة حرب حالة حرب تطلب وحدة القيادة وقت الذي يضم هتلر على عملية برباروسا يضم على روسيا والروس أعطوا الضريبة كبيرة جدا أكبر معك في التاريخ تالينجراد ليستطليل للناس اللي حطون في الحبس هو وتروسكي ولينين وغيرو وقت عملوا الثورة عام 17 خرجهم قالهم لا بات باتري روسيا في خطر خرجوا حاربوا بعدما انتصروا ومعركة ستالينجراد كانت حاسمة في نهاية تلير جابش على القرن ونشام قالوا لا انت شعور يبول شذيك وناخد مش معك نرجع للقلق أمنتم مرانا مش قبل لكم دفعنا على الوطن الأم وهذاك هو الأساس الدفاع عن الوطن قبل كل شي قدام الوطن ما جي حد شي شوف تاريخ الإنسانية جمعا تقافيها حاشتين دايما ثبتين الأديين والأوطن هذو ما ما يتغيرون شوفت حدود بتاع تونس توا حارب عليها برقبة حارب عليها الدغباجي حارب عليها الهادينويلة حارب عليها يوغوت البربري وحارب عليها حنبال تقريبا نفس الحدود 20-30 كيلومتر في الشمال في الجنوب في الجيبال في السهول في البحار حاجتك لونك اليوم المطلوب وأنه احنا في حالة خطر ده عمناول عنا زيروكا عمناول في 31 وعنا 77 مئة لا يرحم الثناء عنا 21 ألف مئة رسمية نقوله بكل صراح التحيد يأولي الألباب يأولي السلطة وعملولنا سراتيجية ولقخونا للعباد للعباد تلقيها شفنا شبيب البارع يحبوا لقه لكن انتي قلت حاجة أخرى فالتقديم تاك فسنتظ لاتيتها قلت التوينث ولو في مشاكل فيما بينهم السيد رئيس الحكومة يعرف هذا وقت السيد وزير الصحة قال هذية عليها ما جبتش انتي الأمن ولا الجيش ولا الحماية المدنية والعدي تولي تحضروا تحطوا لترساج تعملوا الأمور هاي فريانة مشيت بالإقدام وكنا نحكي في الأوف خبيل فرانس الفقسية ما اكتعرف يكبشوا ومشاوا حتى في توقيح معناها عندهم من أحسن ولايات على مستوى التوقيح وناس من أنظمين ويعفوا أشي عملوا وقاعدوا في الصفحة ما ما صارش ولا اكتضاء لكن رغم هذا قاعدوا في الشمس قاعدوا في ظروف معناها غير الطبيعية أنا نطلب منهم نساوي خلافاتكم الآن سما معركة والمعركة هذي هي حرب بربي ترجع على تاريخ تونس أرجع أبرس بنيول والفرانسيس والنورمان وشوية وبني هيلال وغيروا وقتاش متون عشرين ألف تونس يعطيوني ما سميش راو رسميا عشرين ألف راو ثمان أربعين وعلى خمسين ألف بتوفين اكتب بذمين نشكري بنصير كنهار في الابريس قال التونيزيان سوكاش بور موريل كما يزوزون سوكاش بور موريل ثمانيس قاعدين يموتوا وناس ما نفوش اللي هما مرضى بالكوفيد يا خيفي حالكي هذي ما همنيش فيك وكل سيد وكلني مهما كانت الدولوجيا متاعك كن ناجع وعطي للتونس لصبل الحياة لأنو الحياة مرارت بيش نعملو ترتيحة صغيرة مع البيب ونرجعوا بيش نحكي وعلى هل بيش تتبدل بعد الإقالة هذية تتوقع أنو بيش تصير حاجة جديدة بيش تتبدل ثم ممكن تحسن انفراج ولا لا خننعملو ترتيحة صغيرة مع البيب ونرجعوا مرحبا بيكم في مؤسسات الهيدي بن عياد في فورو حزوز في الوطن القبلي في نيبل لحبيت ثامر نيبل لحواش وفي الحمامات شارع الهيدي ولي مؤسسات الهيدي بن عياد هي لولة في البلاد مؤسسات الهيدي بن عياد تتمنى لكم عيد أفحى مبارك مؤسسات الهيدي بن عياد راديو ميد إن شاء الله عيدكم مبروك رجعنا لكم من جديد مستمعينا وإنما كنتوا تتبعوا فينا عن موجات راديو ميد فيها البلاتو الخاص اليوم بيعيد الأفحى وهو في الحقيقة خاص بالأوضاع وبإخر الأحداث والمستجدات السياسية في تونس نرجعنا منذ قليل على إقالة وزير الصحة على كلم والكلمة اللي قالها البارح رئيس الحكومة في اجتماعه بعدد من الإطارات في وزارة الصحة وباش منكونوش احنا ربما نمشيو بيسر في السلبي خلينا نحكيه وزيدا نقولو احنا موقع أعليم لازمنا كيما ننقدوه كيما نحاولو ان نقدموا بعض الحلول على قد الإمكانيات إذا كان نجموا بطبيعة احنا كدورنا انه نقدموا حلول حتى ولو كانت بسيطة الهنا نحكيوه على الإقالة هاي قالت صارت الإقالة وانتهينا واليوم إن شاء الله وزير الصحة بالنيابة محمد ترابلسي باش يتسلم المهام متاعه هل اليوم سوفيان هل الإقالة هذية والتغيير الأسامي على رأس وزارة الصحة ينجم يغير حاجة اليوم في تسيير الوزارة هذية وفي تسيير حملة التلقيح وفي تسيير عمل المستشفيات في تسيير الاشكال متاع الأكسيجين وغيره ونحكيوه اليوم على الهيبات اللي جيت من برها سوفيان اليوم تتلقاها لكلها إدارة الصحة العسكرية واليوم إدارة الصحة العسكرية المرة الفاتة العميدة طبيب عليه مرابط الداخل معينا قال إنه قاعد صار تنسيق مع وزارة الصحة ومع وزير الصحة ونعرف إنه هو بيدو طبيب عسكري وزير الصحة المقال اليوم بشي جي وزير آخر من معناها من مجال آخر ما هوش ولد المؤسسة العسكرية بشي صير زعمة زي داك الصدة ذيكا ولا بش نقاوسة ليسا في التعامل دونك لهنين نسألو هل بشي تغير بتغير الأسام ولا يشوف ذكرتين في حدوث صغيرة مرة سمى ذهب التركي قالوا له وحذر الجيش وحذر المؤنى وحذر العتاد وحذر المشات وحذر الطيران وحذر المجنزرات وحذر كل شي قال ما الله يبيرك كل شي حذر لكن ترح عليم سؤال قال ما شني الماركة وشكون العدو يعني بكل صراحة نحن في حرب الحرب تطلب استراتيجية كل حرب فيها استراتيجية استراتيجية هو القضاء على الفيروس يلزم نرجعه من هنا السبتمبر نجب نفكره في سبتمبر أولا نلقحه للتلاميذ ثانيا يعادة الانتشار الاقتصادي والتكتيكات تختلف بالظروف وهي ربا زرعة النافعة اليوم المتأكدين عنا تقريبا ثلاثة ملايين ومئتين ألف جرعة موجودين في تومس وعندونا برام عملين وقديش منهم ثلاثة ملايين ومئتين ألف موجودة أخرهم الفرنسيش بأصولنا ثلاثة مئة وعشرين ألف وبشيزدونا ثمانمائة ألف ثمانمائة ألف جرعة منهم خمسمائة ألف جونسونان جونسون هي تعمل بها جرعة واحدة مليون ومئة ألف منهم خمسمائة ألف جرعة واحدة والباقي معناها بتاع جرعتين يعني ثمانمائة ألف تونسي ينجموا إلى أقه الهدف منتاعنا الأقل أقل أقل هو سيطانين أنه تونسى إلى أقه جرعتين الآن لحد الآن عنا تسعمائة سبعة وثلاثين ألف يعني المثلة أي وزير بتجيبه ينجب يكون عنده استراتيجة واضحة لبعالم وتكتيكات تتغير أنت والظروف جاءت مثال مشكلة الأكسجين في المهدية أو البارح رو قبل النفاذ بربع ساعة خلق الكاميون صحيح الانتاج متاعنا يومين مئة ألف الجزائر تعطينا في النهار مئة وعشرين ألف لتر مئة وعشرين ألف لتر من أخواننا الجزائريين واستهلاقنا يومين وسبعين ألف ويعطيونا فوق رأس والعين يمكن مشكلة الأكسجين نجب أن نتجاوزوها الآن لأنه عنا مخزون استراتيجي تقريبا معناها فيها معناها ملايين من اللترات أما عمره ما يتمسج المخزون استراتيجي وقتها نمقيس الخطر تدق محمد ترابلسي اللي هو معروف وأنه إنسان كان في اتحاد العنطنسي الشغف البكتب التنفيذي قلاف الليبسي ومحمد ترابلسي إنسان مثقف وإنسان أدار الحوار الاجتماعي بشكل جيد ينبالو بوغول يعني في بلاست وحمد ترابلسي هؤلاء ما يخوي أعطوني الموين للمبوليتيك أولا ثانيا أعطوني ثمانية شهر نحن نحن كما نحب بالتنفيق بينما ينشون الأطراف الأخرى ثالثا أعطوني برنامج واضح للمعالم كيف هو البرنامج واضح للمعالم قدش من التلقيح في قدش مدة أنا شخصيا أكترحت تعمل الوفويت يسيدي أعمل دوفويت أعمل ستاشة ساعة التلقيح هؤلاء المتطوعين هؤلاء المتطوعين هؤلاء المتطوعين هؤلاء المتطوعين هؤلاء المتطوعين لا تنسيش اللي لو بش نهزوا التلقيح لسبسريات مجمعة جاية إذا كان صار هكا في التلقيح الاستفتائية الملك في الغرب نعرفهم منها خافوا خالوا لي أخويا بش رسينا أحنا في حل وربط وتكسير وضربوا مضرب وحكاية تاتي ولا وخايفين تلقاه في زنقرة وصغيرة ساعت في كيس صغير معنا ينجم يسكر في وصل الفرماسي أنا الفين فرماسي وهو قطاع جيد جدا أنا ملي صغير من الأشيان ينحبها في تونس ومس بيسريات وين تمشي تمشي للقاش تمشي لأكودة تمشي لعين دراهم تمشي لتبرقة تمشي للميدة تلقى سبيسيرية ديما منظمة موزعين على كامل مليات الجمهورية الفين ويحد وعندهم تكويد خارق العادة والمدارس متاع التكويد عنها خارق العادة الفرانسيس كانوا يبعث أولادهم يقرأوا الفرماسي فيتونس في بلايس أخرى اليوم ما نضربوش هالقطاع بربي نقلي حد أدنى محمد ترابلسي أنا قطل لكن كذلك هو إنسان متمرس ويعرف السياسة ومارسها ويعرفها يلدم يحكم على رئيس الحكومة مع سيارة الجمهورية يقول له خللي يا أخويا أنا جنرال الآن وانا جنرال الحقيقي لي بش نقود هذي الماركة هايش تركيز يمتاعي بش نغير التكتيكات لو في البلاسة الفلانية بش نطلب تدخل أمني في البلاسة الفلانية بش نطلب تدخل الولي في البلاسة الفلانية السيدة المعتمد وكذلك المنظمات الوطنية بربي وينو الاتحاد العام تنسي الشغل وخاصة الاتحاد العراف من هذا الكل والكشافة والاتحاد النسائي والاتحاد الفلاحين وينو مرانا في حرب أنا البارح كنشوف صديقي صديق قعدت مقهور قعدت مقهور قعدت مقهور قعدت نحكي لولادي صديق الوصلتي اللي كان بديجي متعلميها المعدنية توفى بالكورونا الله يرحمه وينعمه شاب صغير من كوادر الدولة كنشوف أب حمادي غوار تفرضوا فيه في رمضان نحن نفرقص عليها لولادي صورة عدوهادي مشاه تشوف العباد قدش من صاحبك مشاه تحل فيشبوك ولا كالباش دينكولوجي اللي تقرش في بعض زهرائي قدش من أصدقائك مشاهو قدش من جيلك مشاهو جيلك من قاعدة بدل ولا تنجم تعزي ولا تنجم تعمل الوداع متاعك دونكروت رضي دو دوي مسارش أموت ما زلوا أحيا ما بين عينينا الكلنا متقلمين حو حتى واحد فينا ما ينجم يقول أنا في بحبوحة العيش الآن والكلنا مرضى ثم طريقة أو بأخرى الكلنا اللي عنده ستريس اللي عنده لانكيتور اللي عنده معناها الغبن اللي عنده شعور بالوحدة اللي عنده كذلك الاكتئاب ثم أمراض متفشية مانش قاعدين انفقوا بيها الآن العنف الأسري العنف ضد المرأة العنف ضد الطفل التوانس أدالوا على بعضهم أحنا شنقولوا عملونا استراتيجية وعملوا تكتيكات والدولة واحدة مع ناش عاشرة دول اللي يختاروا الصندوق أنا فقر الاسوريين اختاروا الصندوق يجيب الشيطان بليس في الصندوق هذيك القانون يقعد ينخبوا بي فضل يا أخويا أحكم أما كل سيدو كولي كما تكونوا سيد أنا نوقذك لأنه أحنا تواعنا عام ونس وحنا نخبوا في نفس العمل لهم متاعنا ونقولوا للمواطنين الهدف متاعنا مش نعطيه معلومة حتى نحن عنا بخاص نعمل في سيفيس بيبليك المعلومة لتوانس لنك المعلومة اليوم لتوانسة تريثوا وطلبوا كذلك وأنه هذه الحكومة تعطي برنامج وضح المعالم استراتيجية متاع تلقيه عندك ثلاثة ملايين وميتين التلقيه وعندك الناس اللي يمرضوا في الفترة الأخيرة نحن ليسال في إيطاليا وسبانيا وفرنسا العام لي فات قادي سلنا توا هذي الاذهق لا بالل والفي ماجسكول وخليه سيبو حمد التربلسي يختم ونس كل تختمها بعضها ولا واحد يجي يقول لك آآ انتي علماني آآ انتي إسلامي آآ انتي خبزيس آآ انتي تحب ترجي جرليس آآ انتي تحب زيت الزيتونة ولا تحب آآ الليقمي ولا واحد يقول لك هذي هنت معنا ولا ضدنا احنا اليوم الكلنا مع بعضنا الكلنا نحشوا بالبخاتل الكلنا خايفين آآ انا أب ونعرف آآ ولدي وبنتي كي يخرجوا نهار كامل وانا ما نقودش آآ يجي خارج هذيت الباذيت هذي اللي اللي خلقهم آآ عندي يجي مئة باذيت حتى تمام في المال يجي من حب ناتي أمهم كيف كيف خايفين على جيلانا خايفين على أصحابنا العيد بالصيف العيدو على بعضنا نبدا بعد على بعضنا لو سما الظروف عايشها الشعب التونسي ما يعفو هاش المسؤولين بتاعنا اللي انا نسميهم لقلم نقران مراو اللي عارش في احياء آآ معينة واللي عنده آآ كابيني وعنده شوفار وغلو ونقولوا برا لحي الانطلاقة برا لحي النقرة برا لحي الليل وحي نجز وحي الناسيم برا لقباجي برا للحفارة في السفاقس برا للبلايس هذيكا وشوف الناس اللي عايشين عاشرة من الناس في عاشرة متر مربع واحد فوق السطح واحد فوق الدكانة ولاخل تحت الشجرة ولاخل تحت الزيتونة ولاخل امتيقل ولاخل عاتيها للدراغ ولاخل عاتيها معناها الاشياء اخرى يحب ينسى هذاكا الواقع متاع التونسي الحقيقي اعطيونا هالتلاثة ملايين ومئتين الف جرعة كيفاش بش تعملوها خاصة ثم مشكلة كذلك متاع تخزين هذي الجرعات وكذلك توعية الناس لو ثم الناس ما يمشيوش تونسي قولك لا سينا اللهك ما نحبش عليه خطر اوروبا ما تحبش ينتي ماشي خلال مراد على اوروبا تنتي تقرح هاتي كاملة متبشي نهي شوي اوروبا وعليش ما نشيرها توا اوروبا لي خطر سبوتيك رفضينو اي تواقل عليك انتي كل محاضر الكبير في جامعة كامبريك جو بشي يرفضوك ولا في باريس ما ونقبلو زيدا اي دواء موجود راو به يزينا كل التنقية ناجع نمشيو فيه ونحاولو نتعداو هذي الازمة عمرها ما صار راو اه كنا قراو احنا في الكتب توا تقرى منزوني يحكي لك شو صار في ايطاليا وقت تقرى دانتي شو يحكي لك بوكاتشي هوا عايشينو احنا لكن توا معنا شو للكور كي بش نوخروا بعد سنوات ونقولوا تعدى لنا هذا الكل احنا توانسا هذا الكل صار في ذا قاعدين نعيشوا في كابوس اما ما تشقش به الكابوس كي تبدأ انتي في وسطه كي باري قاعد يحلم الكابوس يذنوا انه هذك الواقع متاعه من بعد شو نشوفه المقاشي والمصاب وعدد الاصابات وعدد الاموات والعائلات عائلات مصيفة تأثيرات النفسية والتأثيرات النفسية المرايفات خصائية في الامراض النفسية سوفيان تقول انه العباد اليوم النسبة الادمان وصلت الادمان في السلوك والادمان في الاستهلاك الزوز معناها العباد منكثر الاحساس بالذنب انه عدا امه عدا ابو عدا اخو قتل معناها تأب ابوه ولا امه توفع على خاطر واعدة اه اللعباد الي مش لاقيا اه اه كيفاش تنجم توصرف مورد الرزق متاحها اه خسرتو الناس الي عاشت استرس متاع زعمة مريض زعمة نعدي زعمة اه لباس مانيش لباس دونك العباد بالحق امراض نفسية بشو شوفوها في الاعوان من الجاية بجو سوف انت هيك باللعبة في العالمية الشرطانجو الملك مايموتش اما سيلا مالنوس كتو ديما الخطر هو اليقتلو تغلب على خطر الملك معاش عندو ان يهرب مايموتش هو كدو تشوف دونك تعيش مع الخوف تعيش مع الرعب اه قالوا ربي اريني يا كيف تحي الموت قال او لم تؤمن قال بلا ولكن يطمئن قلبي الاطمئنان في القلوب حتى في البيلاميد وما سلو اول حاجة لبزورد سيكوريتي حابك يسكر داري في الساحل يقول كي يزرب على روحه قبل كنو يدخل بالضربة يسكر الضربة ويدخل الدار ويبدأ مرتاح نحبانك ينحط راسي على مخدى نبدأ مرتاح على ولداتي على املاكي على خدمتي على صحتي ما نعفوش مش كون فينا مازل بش يعيش قديش من اصدقاء ونخلو نتلقاوه السبتمبر يقولي كما زلنا حيين ما كناش نقولوها قبل قلو انشاء الله لكن ولا يقول هلك اذي كانسيستانس بالحق احنا مرضى لكلنا ولا واحد فينا في حالة طبيعية وكل واحد كيفاش عاتيه اللي عاتيها للدلاغ اللي عاتيها المشروبات الوحية اللي عاتيها للصالات اللي عاتيها للعنف الشامل اللي عاتيها لبتمون ما عادوش هيهيمة كعيمة احنا نقولو خذ هذا بعين اعتبار ايوه الحكام وراو اتوان سيشفاو اتوان سيتفكرو ورد بالك البلاد هذي لو فيها جغرافيا صغيرة وتاريخ رايب اوتيك تأسد في الف ومية وحد قبل الميلاد بنظرة توصوصها تأسوا في تسعمية قبل الميلاد كرتاج وتينات تونس موجودة قبلهم الكل تينات كرتاج تأسد في المية واربعتاش قبل الميلاد قفصة فيها معابد عندها 30 ألف سنة معابد دينية من الأول المعابد في الدنيا الكيف كان فيها تكفاري ناس وبلد الكرسي لو توانس عاييش فيه وردوا بينهم انا من حبش هؤلاء الحكام يدخلوا من باب اغدار احنا في المدينة العربية متاع تونس عنا باب اسمه باب اغدار اللي يدخلوا منه الغدار اغدار في سوسة ثمه باب اغدار وفي الكيف ثمه باب اغدار وواحد حل البيب لفرانسيز في تونس حل البيب لفراني ويتخلوا من باب اغدار خراجوا واحد من باب السويطة احومتي نفتخل بها وحاربهم من البيب ولا اسمه باب ينتقمي باب الانتقام فهمتني انا من حبهمش يدخلوا من باب اغدار الكل هم رأوا من الجمشي طبع يقعد مثال سياتري جمهوريه حط هوا قدامي يقول ها 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 اكل من الشيش يمشيه ولا الغنوش يقول ها 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 اكل اخشي دي انتهي انتهيت وكل مع بعضكم البارك ويهزكم من كل وباش يغرقكم من كل انا مهما كانت اديولوجيا متاعك وانت ما اكسياشي اذا كان باشتق في البلدك انا معاك ونخلك نقلف لك وحيي ونعطي القبعة المطلوب الان اللي اجاب على سؤالك اللي هو مهم جدا اترى 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 وضحت المعالم باش يعرف كل تونسي وقتها باش يمشي ايدوي انا وقت اللي عايتوني باش لقحت لمحالة خمسين كيلو متر بعيدة على داري اتأتي بتنسي ساعة فاقمت نصي ونصي ساعة وقتها كانت منظمة الامور في النابل كانت منظمة في البداية في النابل في المسرح كانت قربت معاك كل نصيب في المسرح مثل واحد اترى بعد اترى وفي الأساس انا ننتظر أساعت في النابل يعني كانت الأمور ملظمة ما نشكوش فيه هذا الجيش من الرجال ومن النساء نرى اترى تصوير في سبيتار. ناس الليبسين وهزوا في الموتة وحطوا فيهم في 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 المحامة الامتاحهم. وهما صامتين. ربات رجأش قوية جدا مش يهزوا الدعم والدبلد ويحطوا ماشي للموت. ناس قاعدين روه روه روه. خدمت ويوميا دفن الموتة معناها. دفن الموتة. ثم عمرهم تلخمسة وثلاثين شنينة توفاهم. مرة واحدة حكي في ذاعة وقفت الكرحبة وعيني زغلت. قال امه ماتت واخوه مات. عائلات اندثرت. عائلات. مشيت بكلها. هذه تحكيها معناها قالوا. حفر قبري. قالوا هذه تحكيها. قالوا لحكاياتك غريبا غريبة. تكتبوا بالاماقي. ام تكتبوا بالإبار على اماق البصر لتكون عبرة تاني من اعتبر في بداية الف ليلة وليلة. تكتب باللبرة في في العين من داخل. مشي وليك. احنا ماذا بينا نكتبوا كيف سنتصلنا على الكوفيد. ونكتبوه بماء الذهب. بماء الحب. بماء تونس. تونس جندوبة. وتونس بيجة. وتونس فريقة. وتونس خمير وعند رهم. تونس بنزارة. تونس دخلة المعاوين. تونس القروان وما ادراك. تونس الزلاس. تونس مجل الفرشيش. تونس السحل. تونس السفاقس. تونس قيبس. تونس والغمة. تونس المرزيق والعذرة والصبرية في الجنوب. تونس ولات سيدي بوزيد. لهمما. تونس قفصة عسامة التاريخ. نحبوا هذيك تونس تنتصر مرة أخرى. بورقيبا نهار. تونس في البيرو متاع وجهه رئيس حكومة. تلييني. تونس كتاب متاع اسمه يوغرطة. قد يغزر له فان فاني. لأنه هما بيانسوا لحبه كاطا وحبه الشبيون. قالوا رسويزان جيوغلتات يا ريشي. يجب أن كنا كلنا يوغلتة الذي انتصر في هذه الحرب. يوغلتة مش معناها يوغلتة. معناها يوغلتتين بالبربارية الرجل المتميز والمرأة المتميزة. اليوم هذي الحكومة مطالبة يعطيني من هنا حتى الاخر قوت. ايش بش تعمل? وكذلك العودة المدرسية تفكر لي فيها. الثاني حاجة ما تنساش مكرمها وقت الحكاين هالثناش قوت ومن خطاب للأمة الفرنسوية جبت فيها على تونس دايور. قال بش نعملو يعادة انتشار الاقتصادي. اعطيني كيفاش الاقتصاد العجلة تعاود الدول من طال الاقتصاد بش تواصل كل يعيشوا ويربيوا الريش. يزيد اللي عشناه. عاشين في مصيبة كبيرة. عاشين في محرقة. انطالبوا وذوح رؤية. ما لهنواف عليه التواء. معناها انتوما توا في الحكم. يا خوية ما عمليش مظاهرة شو منكم الحكم. جيتوا للحكم. وليونا آآ حر يديكم. وكون سيد وكونني كما خطلك. واحنا معاك. اذا كان تكونني صالح الشعب. مهما كان فكرك ودولوجك وانتبائك. ولا لا انتبائك. انتسمي انت ما الوحيد. هو للوطن. تونس وديننا الحنيف. ونعمط العيش متاعنا اليوم مبني على التفتح وغيره. مش معقول. انا سحابي فرانسيسو طلين طلين يقول لي كيشو تشيدي انتونيزية. باتوا باسا. ما يخلوش عليكم بتوانسة هذية. ما يخلوش عليكم. مش متاعنا اللي قاد يصير طوى. اختر تعرفنا شعب شعب سهار الضحاك لصاحب الجو وصاحب الشيخة. اليوم ما نلقا ورويحنا لغالب عايشين الوضع. والا انشاء الله انشاء الله يعملو لنا برنامج واضح المعالم. ونبعدوا على حروب القصر وقلتاج وغيره. راول كلكم في باب اغدارة بالنسبة لي انا. لكن كما قلت ان فيو بوزيتيفي. نحبو نخرج من باب ينتقمي. وعاود يخرج تونسي في الكيف ويشم كل نسبة متاع الكيف العالي. وعاود يخرج البحار متاع تبلبا. وهو عز بحار في العالم. يخرج يرمي الشباك متاعه. وعاود يخرج كل فلاح متاع الجريد اللقات ولا الخمير اللي يخدم في النخلة. ويعطي الدقلة. عز دقلة النور. عز دقلة في العالم. وعاود يخرج كل اللي عنده مكينة في ويعمل في الزيت. ويعطي زيت زيتونة اللي يكادو زيته يضي. ولولا تمسسه نار. هذك الحب ويرجع تونس كما كانت قبل. ويعطيونا هذي الحكومة برنامج واضح المعالم. وسيد ليس الحكومة المرة هذي يخيط كبش في دي. اه يمشي الكبش العيد. اي مبارت ماش تعمل. اي مبارت شو نسمي وكنتي من القطقش. او ما يوقظ للنتيجة. والا. يعطيونا برنامج واضح المعالم عندك على لقل ثلاثة ملايين ومئتين الف دوزة. يرم كيفاش تتعامل. كيفاش تنظم. الايطار التبي ينجمي بسيلا بلا. الجمع لي فات قليل تارتيكل في الموند على تونس. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية. قال العكس ما يروج نظام الصحي في تونس. لم ينهار. عليش على خطر ثمار يجيل وانيزة. صحيح. نبسين تلك الميدة على البيضاء. آآ للبروز بلانش. وقاعدين يخدموا ويصارعوا في الموت. وشوفنا في الملية. في القلوان شوفنا خمسة. عربة في الملية يخدموا في الخمسة عشرين واحد بالكوفيد. رأوا الواحد بتلك يكون في التنفس يزبون ستة من الناس بشيق الموت. صحيح. ما عفوش لعبين. وهم رأوا ما همش قاعدين يخذوا في الكونجيات تمتاحهم من غير معناها ما كنت تمشي وتقول لهم ما تماش كونجيات السناء. يعني طلبوا الكونجيات السناء ما هم بطبيعتهم يقول لك عندي عامين مرتحتش. تم عبيد راهي في مراكز الحجر الصحي الإجباري. آآ السوفيان تقعدت بالستة وسبعة شهور ما روحتش لعائلاتها باش يخعدوا يتلهيوا بالمرضى ويقدموا لهم الرعاية الكاملة. دونك احنا نحييوا الناس هذوما اللي تخدم قلوهم بارك الله وفيكم. ووضع نترح نعتيهم حتى نقترحوا هذوما نعتيهم جهازة نوبل السلام ولا نعتيهم جهازة تقديرية عالمية اللي عملوه لو الطب في تونس ما تنساش عاملي فات رئيس جمهورية ومشكور ابعث فريق طبي يمشي لبريشيا في تونبك المشاكل. وقتي مشي قابل ما تعلله رئيس إيطاليا. قالوا إيطاليا لن ترسى أبدا اللي عملتو. شوفوا وحسا كنا نمنعوا في العبيد اليوم حالين آآ في الوحنة. دونك هذوما ناس الحبوا نحييهم وهما سندنا وهوما الحاجز بيننا وبين التلاشي والزويل الجسدي وانطالبوا هذي الحكومة ببرنامج واضح المعالم باش سي محمد الترابلسي اللي اعتاوه الكادور مبوزوني هذيه يفكر المليح ويلقى طرق العمل وماذا بينه كما قال سلاح بي بصين وزير صحة خلي يخدم عامين ثلاثة وتتغير حكومة تما خلي هذا قطاع تقني مهم جدا وزير تربية خلي يخدم خمسة وستة سنين كيفاش عملنا احنا صلاح التعليم على خاطر سي آآ محمود المسعد على ريح مشد عاشرة سنوات وزير التربية وبدل المنظومة التربية ككل وخلقة لانيت وخلقة لزيكون شوبريول ومن بعد بعثنا ولادنا المفخرة بتاعنا وبناتنا مستيق ومن الوناس ومن الصناد ومن البينات الطرقات وغير وبعثناهم الى الخليج وبعثناهم الى افريقيا ولحد الان هما من الرواد تونس مايخرش عنين اللي قاعد يصير لانو هؤلاء السياسيين ماهمش في الخيارات الصائبة نقول لهم اتجاوزوا خلافاتكم ولا واحد منكم توا ام العروسة الكلكم في محضر حاشم انسانوات محضر سو ومنعوا التونسة والتونسة بقطع نظر على اختلافاتهم يدوم يلقاوا اليوم حقهم في الحياة وحقهم في التلقيح خاصة وانه موجودة التلقيح شاء الله ربي يجريها على الصلاح وربي رجعنا تونس كما نحبوها وزيدة كيف كيف ربي نحب زيدة تحية خاصة للشباب والشابات اللي يخدموا في المجتمع المدني وفي بعض المنظمات خاصة الهلال الاحمر اللي قاعد يخدم الحقيقة في خدمة مزيانة برشة على مستوى مراكز اللي التلقيح في كل مناسبة يكونوا موجودين لا يعيدوا صغيرات شباب صغار لا يعيدوا ولا يرتاحوا دائما يخدموا في خدمة مزيانة وقاعدين ينظموا وقاعدين على مستوى البلديات في المراكز البريد في غيره ديما نلقاوهم وموجودين تحية لهم تحية خاصة نمشيوا الى موجز الاخبار مع زاملتنا صفيق سيلا ونرجعو لكم كاملين معاكم حتى النص نقر